بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنى وسلاس وربع فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سلق الله العظيم الآية الثالثة من سورة النساء تمام إيه سؤال حضرتك حول الآية؟ السؤال إنه التعدد هنا أو صغة الأمر هنا لربنا سبحانه وتعالى فيه فانكحوا هل هنا صغة الأمر بتشمل الوجوب لكل الرجال بالتعدد ولا هي صغة يعني إرشاد ونصح ووعظ مثلا في صغة أمر والله هو هو كل الرجال حيتمنوا الكلام الأولان اللي انت وقلتينها تبقى صغة وجوب وكلهم ينجوز يعني أكيد الناس كلها نفسها في حاجة كده بس طبعا الأمر ليس كذلك يعني الأمر في اللغة العربية هو الخطاب من أعلى إلى أدنى يعني صغة الأمر ده حقيقتها في اللغة العربية لكن أحيانا بنستخدم صغة الأمر لمعاني أخرى غير اللي هو الأمر اللي إحنا فاهمينه اللي هو إعمل كذا سوي كذا ليه لما يكون المخاطب ما فيش هنا فيه من أعلى إلى أدنى أو المخاطب مش عايز يديني معنى الوجوب أو معنى الإلزام زي مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير هل اعملوا ما شئتم دي هي أمر لا ده هي أمر ورد بصيغة التهديد زي مثلا تقولي ابنك برحتك اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي أو فاهم اللي انت كريم تهدي هنا الأمر الوارد في الآية ليس أمرا للوجوب لأنه لا يجب على الرجل أن يعدد بل بالعكس ده الحاجة اللي هي يعني وردت لأجلها الآية قضية تانية تماما